بعد اجتماعات مكثفة في مدينة بروكسل قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على الدعوة لعقد اجتماع مع إسرائيل بموجب مجلس شراكة بينهما لكي تفسر عملياتها العسكرية في إطار هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة الفلسطيني رغم قرار محكمة العدل الدولي الداعي لوقف هذه الهجمات بوريل تحدث عن وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية في رفح ولا سيام بعد ضربة إسرائيلية على مخيم للنازحين قتلت 45 شخصاً ولوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالبها بوقف عملياتها العسكرية في رفح الاتحاد الأوروبي أضاف أن العقوبات المطروحة التي تمت مناقشتها خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل الاثنين تشمل تعطيل العمل باتفاقية شراكة الأوروبية مع إسرائيل التي تعطيها ميزات اقتصادية وفي خضم ذلك طالبت بعض دول التكتل بإعطاء إنذار نهائي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قبيل المضي في تطبيق أي عقوبات على إسرائيل من جهته قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن عقب الاجتماع إنه كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية وأنها المرة الأولى التي يشهد فيها نقاشا حقيقيا بشأن فرض عقوبات على إسرائيل خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي موضحا أن الوزراء اتفقوا على ضرورة امتثال إسرائيل لإجراءات محكمة العدل ووقف عملياتها العسكرية في رفح